يا أستاذ إبراهيم سلام عليكم أخي الفاضل عاكم السلام وفاركاته زي دكتورة أهلا وسهلا مرحبا أخي الفاضل حضرتك دلوقتي عني مشكلة اليوم دا جيدا خيرا لا حضرتك عني المدام قوات مسلحة عايش أيو وصفرت في السعودية بقيت خمس سنوات مشغال في السعودية فخدت المدام معايا طبعا هي والأولاد معايا أربع أولاد وعمل عمرة وعملوا معايا فترة هناك في السعودية ورجعت وفترة السعودية دا كلها وهي على علاقة الواحد خانتي معايا يا لطيف تمام أه والأولاد عارفين الواحد دا في السعودية ولا في مصر لا هنا موجود هنا هي خانة كلها موجودة هنا حتى في البيت بتاعي هنا يا أعوذ بالله تمام حضرتك بس متيقن من الأمر أولادي حقول لكل شيء أنا ما سداتش حتى من أخواتي ما سداتش ألا من أولادي يا لطيف وبعدين وبعدين أنا أول ما جيت بقى وعرفت إن أنا قاعد من السعودية مش هرجع تاني رجعت قالت يا خلاص أنا أنا عايزة أطلق نحن معرفة أنا خلاص تكريت وهي عوذ هنا خلاص عما شغال وعنصت عيالي أتلق أنا عايزة أطلق وبشيء مش هكتل يا بنت في حاجة أتلق أنا عايزة أطلق 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 وعمت مشكلة جامدة وجابها للسمة حطها للسمة في الأكل وعايزة تقتلني وعايزة أطلق 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 أنا أربع شهور وخدتها معي السعودية رجعت العمراء وحج وزيل فل ومش أي مشاكل وإلى علاقة بيدو كله وإلى علاقة بالشخص ده يا لطيف طيب وبعدين هي يعني دخلت في علاقة غير شرعية حضرك متأكد من الأمر ده أنا متأكد ولا مش متأكد هو كلام بس تكلمه لا 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 ولادي شافوها وهي عما عشتها عشت طيب وبعدين حضريتك هي أصرت على طلب الطلاق وطلقتها أنا أفضي رجع بقى إنه إيا فندم إن أنا أرجع ومش رجعي سعودية تاني أنا أحريك رجعت عايز تستقر عايز تستقر وعا وهي طلبت ودكتورة خلت شهاية وتعب وتخامس سنوات دول بنت لعاشئها وشطبط لشائته وزبطاته على حسابي لا إله إن الله طيب والولاد فين دلوقتي هم حاجة الولاد معايا ورفضين أنهم أصلا مفيش ألا البنت الكبيرة هاي اللي معاها الوقت وأي أخبرة تتوصل لها أما أولاد كلهم حتى الصغيرين عند ست سنوات ست سنوات ده ابن الصغير ده وتفغول ابتداه قال يا بابا أنا أمي ماتت ماما ماتت أنا مش عايز أعرفها تاني يا حبيبي يا حبيبي يبن أه والبنت الكبيرة ليه هي المتعاطفة معاها فولة سانوي بنت الكبيرة ومتعاطفة معاها جدا الغتن الآن وانت أساز إبراهيم انت شايف ليه الدنيا راحت لكده أنا حاشة ده زي ما أعادت من يوم العيامة يا دكتور نعم يا فندم أنا حاشة زي ما أعادت من يوم العيامة يعني بس هي الفكرة أن أنا بس عايزك إيه تطلع لجواك كطاقة طبعا أكيد أنت في موقف لا تحسد عليه وموقف صعب جدا ويبدو أن حضرتك يعني سمحت وعديته فيه إسرار على الخطأ هي خلاص الموضوع التاني يبدو أنه تشكل وخد شكل معين أنها عايزة ترتبط به وإنها هدت الأسرة من هذا الأمر يا دكتورة دكتورة يا دكتورة حزيز حبك هي الشخص ده معروف في البندلة بالبلد معروف أنه هو بتاع عليم وهي عارف الموضوع ده ما هي أصلها هي الواقعة دي؟ يعني هي الواقعة دي أستاذ إبراهيم أكيد أنها مش هتقع مع أي واحد لأنه لو واحد عنده ضمير هيخاف عليها هيتق الله فيها حتى لو زلفت قدمة زوجة كان المفترض الأمور ترد إلى وضعها الطبيعي لكن الحقيقة أنه جارته أكيد أنه مش هيبقى إنسان أو شخص مؤتمن ده من المنافقين يا أخي الفاضل اللي إذا أتمين خان فهو خان ربنا سبحانه وتعالى في أمانات يا وخانة ربنا في أمانة حضرتك في نفسها فأنا يعني بس غرضي الآن خلص أنت دخلت ابتلاق شديد يا أستاذ إبراهيم ويأثرت على هذا الطلاق خلص أنا مش هبصي تاني للموضوع ده خلص هي طلبت الطلاق وأنت طلقت أنا ما يعنيني دلوقتي الولاد إنه البنت دي اللي راحت هتعيش معاها وحضرك بتقول إن الأخ اللي هي يعني كانت ماشية معاها وكده ده بتاع ستات وكده طب وبنتنا اللي هناك فلازم بنتنا دي نشوف طريق إنها تكون معانا أو إن أنا برضو ما أقطعش كل حبل بيني وبينها عشان خاطر الإبنة الكبيرة حفاظا عليها ولادي اللي معايا دول أحافظ عليهم ولادي اللي شافه أوضاع الست سنين الصغير ده اللي شاف أمه على أوضاع مش لا حول ولا قوة إلا بالله فالولد ده يعني ده عايز يتعالج نفسي مش عايز بس إن حضرتك تحنو وتعطف ده عايز سياسة في طريقة التعامل لم ولادك الأول يا أستاذ إبراهيم وبلغتنا المصرية الجميرة حاجة عليهم وخاف عليهم وشوف إزاي إنك أنت تطلعهم من الموقف ده مش تطلع نفسك بس ولادك ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الزوجة التي ضلت عن طريق ربها الهداية حريك تعمل إيه تشوف بقى زوجة كريمة كده تلتمس زوجة كريمة عشان تعينك على تربية الولاد ليه بس يعني ملاحظة الإطار اللي حضرتك بتحكيه ده ما اعتقدش إنه هو عشان يعني جا كده من فراغ فيه خلل ما الخلل ده حضرتك قادرة به مني عارك عيشت معها الحياة وتعرف ده ما يديش رخصة إنها تروح تعمل اللي عملته بس لابد إحنا في دنيا أسباب وفي الأسباب دي ظروف بتتهيأ بتأدي لو النفس ضعيفة إنه الإنسان يقع يبقى أنا لازم أراجع نفسي إيه اللي كان داير في الحياة بصورة مش مظبوطة للدرجة إنها تتجرأ وتجيب واحد في البيت وولادي موجودين في البيت يعني فيه حاجة كده غلط قدامي ما أنا بديها حرية زيادة عن لزوم أو هي مش معنى إنه يعني بيخنوها الحرية زيادة عن لزوم بمعنى إنها لا تساءل يعني الحرية زيادة عن لزوم دي اللي هي لدرجة إنه إنسان ييجي البيت وأنا مش موجود ويتم بينهما ما يتم بين الأزواج وولادي موجودين في قلب البيت ده فجر طب يعني إيه اللي وصل الدنيا لكده لازم فيه حاجة فيه خلل لازم أعرفه من دلوقتي عشان أنا بقول لحضرتك لازم تتجوز لازم يكون معاك زوجة وزوجة تكون فاضلة تقبل بإنها تربي الأولاد دول أكيد كنا نتمنى يكونوا بين الأب والأم لكن ما تبقاش الدنيا حضرتك لازم حد يعينك على ذلك الأمر وإن أنت تضمت جراح الأطفال دي اللي شافت الأم على هذه الصور يعني التي نسأل الله السلامة للجميع طيب أنا في الحالة دي ما ينفتفيش إنه الإنسان الكيس من دانا نفسه نبتدي دايما بإلقاء اللوم على أنفسنا فقط لإثارة عملية الفكر وإن أنا فكر إيه السبب في إن الدنيا راحت لكده حتى لو كان سبب غير مباشر أو مباشر أنا محتاج أفكر عشان لو أقبلت على حياة جديدة أحافظ عليها وإن شاء الله ربنا يبدلك بزوجة أفضل وأخير وصالحة تعينك على أمر دينك ودنياك لما بس ولادك وخلي بالك عليهم يا أستاذ إبراهيم ترجمة نانسي قنقر